في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الخاصة بالمتمدرسين من الفئة العمرية ما بين 12 و 17 سنة على مستواجهة الشرق تم إلى غاية اليوم تلقيح ما يزيد عن 45 ألف تلميذة وتلميذ أي بنسبة تغطية قدرها 24% في هذا الإطار بعد تحديد البنيات الطربية على مستوى المستساة تعليمية نمط تعليم المعتمد إن شاء الله سوف تكون 38% نمط بالتناوب و 62% سوف يستفيدون من التعليم الحضوري وتروم هذه الحملة ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية هذه الحملة الوطنية وخاصة أني مخاصة بالتناوب لأنه عرفت واحد تضامون وكان واحد الاتهام وأنه نتلقى هنا نزيل قطاع التعليم نزيل قطاع الصحيح والقطاع العمومي كذلك نزيل قطاع الخاصة هما مساهمين معنا في هذه الحملة الوطنية نشكرهم بهذا المنظر كما تندرج هذه المحطة في الإطار العام للحملة الوطنية للتلقيح والتي تستهدف كافة المواطنين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة وذلك لضمان دخول مدرسي آمن ومستقر للمتمدرسين وكذا من أجل بلوغ مناعة جماعية ضد الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية